المغرب اللي حقرينه وما عنده البترول ليه غاز للأموال اللي عنده الجزائر وعنده طائرات يطفي الحرائق نحن نقول لهم المغرب عنده طائرات آخ عملاء المخزن ويخدمهم عن المخزن ورح مشروعك يتبون باللي رايح تجيب طائرات تطفئ الحرائق لو خليتوا علاقتكم مع المغرب افتعلتم أزمة ما عندنا فيها حتى فايدة لا طائرات المغربية رايح جات في مشوار أنهت هذه الكارثة أنقذتم هذا الشعب يعني العسكري موت للناس تموت المواطني موت يهربوا الناس يحترقوا والراحة دولة اللي ما عندهاش إدنى استعداد للكوارثة الطبيعية وانهم الطائرات يتبون أين طائرات إطفاء الحرائق نحن الجيش يموت يا جمعة في الغابات القوة الضاربة هذه الجيش يتحرق دولة جيشها يتحرق في الغابات وما عندهاش باش تفقوا ما زالت الناس تطفي في النار بالتيو تطفي النار بالبالة وتضحكوا على المغرب ورهوا متخلفوا الشعب الجزائري ها لازم تعلم بأنه هذا نظام كذاب يكذب عليكم ما يحقلكم حتى شيء نظام من الاثنينة وستين هو حاكم ما وفرش طيارة واحدة تطفئ الحرائق وان هي وش وفر هذا النظام هيا أعطوني حاجة دارها للبلد دار سكنات هشة طرقات هشة الأموال تسرق هيا وش دار دار مصانع سيارات ما كانش دار مصانع أسلحة جزائرية ما كانش دار مصانع ردارات ما كانش وش دار هذا حتى المصانع اللي كانت انت الحديد والصلب وغيرهم وكل أفسدوهم البلد أفسدوها ويجي يحكي لك الآن على أننا دولة متقدمة رانا دولة قوة ضاربة الله يعطيك ضربة كما يقول تقول العجائز كان هذه قوة ضاربة شعبها يحترق بلد شعبها يحترق وجيت أحكي لي أنت على الكذب والبهتان وراح نجيبه طيارات وخلاصه وكذا قال البطاطال ما تفوش ستة ألاف عشو يشيروا فيها بعشرة ألاف ما شوني هذا أنا والله ما يعني بقدر ما حبيت نفهم أبقى أبقى مصدوم من حال هذه البلاد وان هما أصدقائكم وان هي الدول اللي عندك علاقة جيدة جي تنقذ الشعب الجزائري اللي يحترق مش هذا فقط حرائق الغابات الشرطة في تبستة تقتل مواطن وفي مدن أخرى الشرطة يحقروا في المواطنين يعني واحد مواطن جزائري شاب يدخلوا على بيته يكسروا له رقبته ويدوه وما يدعي الجوهش ويخلوه يموت هو الشارع يبدأ يهتز هما يقول لهم روحوا ديره باش نجيبوا تحقيق نخرجوه من الجثة نتاعه ونعمل لها تشريح وهما أعطاولهم شهادة الوفاة وانتهى كل شيء نظام كذاب يا جماعة الجزائريين اللي راح يصدقوا النظام هذا ستشربون العلقا واذكروا كلامي جيدا ما عندوش مشروع يا ناس لما جاوا يحكوا قال لك خلاص لوزارة الدفاع عقدة باش يجيب طائرات من روسيا قال لك خلاص راح يجيبوها العام القادم راح يكونوا عندنا الطائرات واذا قلت لكم أنا ذاك قلت لكم في أقل الأحوال سنتين هذا إذا كانوا الطائرات جاهزين يحتاجوا فقط إلى بعض الجوانب الفنية بما يليق مع البيئة الجزائريين على الأقل سنتين أما إذا كانت تصنع جديدة وغير موجودة من خمس سنوات وروح انت منذ السرات مشاكل في تونس عطيت لهم الفلوس رحت باش تجيب الدير للمسرحيات هذيك في فلسطين جيب محمود عباس وإسماعيل هنية عطيت لهم الأموال رحت عطيت مليار للدول الإفريقية رحت ضربت دورة للصين وقلت نعطي البنك بريكس نعطي له مليون ونص نحط فيها أودع فيها مليار ونص مليار ونص دولار مش عملة جزائرية نعم وتروح الأموال تمد فيها كينيا من هنا هي فكرت تسحب تسحب اعترافها ببوليزاري وراح وعطاولها ثلاثة ملاير دولار ويوزعوا في أموال الشعب الجزائري زوج طيارات ولا طيارة واحدة يا سيدي مش روهاش هذا كيما هذك انتع انتع ليوري روحه أنه قوي وهو ما عندوش بسكيلات في داره ولا ما عندوش باب في قفل يحمي به داره ولا لو تشعل داره ما عندوش هذا كالجهاز باش يطفي النار في داره هذه هي الجزائر الآن وجيوا تصدقوا تصدقوا أنه هذا النظام ممكن أنه يخرج الجزائر من أزمتها إذا خرج النظام هذا الجزائر من أزمتها ورد لها الاعتبار وعطى قيمة للجواز وعطى قيمة للعملة الجزائرية وصارت العملة الجزائرية عندها قيمة والجزائر عنده قيمة في زموهم صدقوني أنا أسلم نفسي للنظام ونقول لهم أعدموني فيما كان عمومية لأني كنت نقول بأنكم ما تصنعوا حتى شيء وأنتم ما صنعتوا هذا الشيء هاي يا سيدي والأيام بيننا سجال هذا يش تكذبوا على الناس المغرب اللي حقرينه وما عنده للبترول للغاز للأموال اللي عند الجزائر وعنده طائرة يطفي الحرائق كسرات عنده حرائق والحرائق ريطا تحدث يا ناس طبيعي إما خطأ بشري دائما كاين اليد البشرية سواء إجرامية أو غير إجرامية حتى واحد يطييش البونتة عند الدخل تسبب في حرائق خاصة في فصل الصيف لذلك كل الدول تصار فيها حرائق فرانسا وصرت فيها حرائق ولكن طائرات نتوعها أنهاء الحرائق في مشوار الدولة ما وفرتش يا ناس كل صيف الجزائريين نحن على موعد الجنائز من المفروض الصيف نكون على مواعيد الجوائز أولادنا ينجحوا في شهادة الباكالوريا في شهادة التعليم المتوسط في تعليم الابتدائي يتخرجوا بالشهادة العليا من الجامعات يكون الصيف أيضا للأفراح والأعراس والزواج وكذا صيف من المفروض موسم فرح لكن مع نظام لا يعرف وجه الفرحة حولها لنا إلى مآتم كل صيف نصيفوا على الجنائز ونصيفوا على المآتم وما إلى ذلك من هذه الأمور لك الله أيها الشعب الجزائري لك الله أيها الشعب الجزائري لك الله ابتلاك الله بنظام لمشروع أيها زيدي نتحدى تبون نتحدى تبون ينشرنا كتاب فيها مشروع برنامجوزي هيا نتحداه أهو عود ونديروا ونديروا كثر نوش اللي ينتقد خوانا عملاء نحن نقول لهم المغرب عنده طائرات آخ عملاء المخزن ويخدموا مع المخزن اشتركوا في القناة